هذه الأمة اليوم يقول لك لا التاريخ نبني على حسن الظن طيب سأعطيكم مثالاً بسيطاً جداً بالله عليكم هل يوجد أحد في العالم اليوم وخاصة في العالم العالم الإسلامي عالم يعني تحت واطعة الأكاذيب أيها الإخوة والدجل السياسي يصدق حاكمه السياسي حكام العرب ما شاء الله توقيت العرب يعني خطب رنانة وخطب إسلامية وقومية وطبعاً ووطنية ما شاء الله ومن أجمل ما يكون ولا واحد يصدق هؤلاء الكل يعرف أنهم كذباء يقولون شيئاً وفي الخفاء عكس هذا الشيء تماماً قبل بضع سنين فضحهم كارتر وكتب هذا حتى أكثر من مرة قال هؤلاء أنا لا أحترمهم هكذا قال لا أحترم الزعماء العرب وهو أكثر احتراماً منهم والله وأكثر صدقية منهم الذي كتب عن إيه الذي كتب عن الأبارت هايد الإسرائيل وقامت عليه قيامة الصحيونية في العالم على جيمي كارتر أصدق من حكام العرب الدجاجلة قال لا أحترم هذه الشخصيات أنا لا أحترمهم لماذا يا سيدة الرئيس السابق قال لأنهم يملؤون الدنيا ضجيجاً وصياحاً باسم فلسطين والقضية الفلسطينية وإسرائيل قال ومدة حكمي تقابلت مع الكثير منهم خاصة يعني ما شاء الله اللي هم حملين الهم يعني دول الطوخ قال ولا مرة طبعاً هو تحداهم بهذا كذبوني قال ولا مرة ناقشوني في ملف فلسطين كذب هذا كله استهلاف محلي بس للدول تبعتهم الشعوب الغلبانة المستغفلة عبر 1400 سنة ما زالت مستغفلة وباللغة الدرجة مضحوكاً عليها هل يصدق أحد فيكم؟ هذا؟ أبداً نحن يا جماعة نحن بشر البشر عالم معقد عالم متركب ومتراكب يعني أنت يومياً تمر بضروب الخداع والغش والاحتيال لا عد له ولا حصر يتبسم لك ابتسام وصفراء ومن ورائها قلب ملآن بالحقد والغيظ أليس كذلك؟ يعطيك يداً تسبح وبالأخرى خنجر ليذبح عادي يومياً هذا يدعي العفة وهو معروف ما شاء الله يخاتلك ويخادعك عن أهلك ومالك باسم كذا هذا الناس العاديون طبعاً ليس كل الناس هكذا أعوذ بالله لا زال أخيار في الناس وهم كثر لكن هؤلاء في الناس وإلى يوم يلقى الله الناس موجود هؤلاء طب فكيف بعالم السياسة الذي يتأسس أصلاً على الاستغفاء والتحالفات الخفية والسرية وعلى المصالح والتوازنات وعلى الكذب والختل والخداع كما قال أحد السياسة قال أنا أعرف السياسة وهذا قال مهنتي قال هي تتعلق برجال السياسة يأخذون أموال الأغنياء وأصوات الفقراء ويقطعون وعوداً للجميع قل ما يفون بها هذه السياسة دجل في دجل فما شاء الله تأتي الآن تفهم لي السياسة عبر التاريخ وهي واضح أنها سياسة مكر وسياسة تغلب وسياسة لعب الوصول إلى السلطة وتغول أموال الأمة وحرياتها ويقول لك لا نحسن الظن ماذا تريد أنت أنت تريد من رواية أنت تريد من رجل سياسي في تاريخها كان يقول لك أنا البعيد لعين والدين وأنا فعلت كذا وكذا وكذا هكذا بالفهم ما الآن هذا لم يحدث ولا يحدث صحيح؟